لعل النهاردة تعادل في المباراة الودية الثانية اللي بيلعبها في معسكر إعداده في أسبانيا تعادل مع فريق إنجليزي بعسكر هناك نيوبورت كونتي واحد واحد المباراة كان تقدم الفريق الإنجليزي بهدف وتعادل الأهلي مرت اللي صارت المدير الفني بدأ المباراة بتشكيل فيها على لطفي وباسم علي ومحمد نجيب ورمي ربيعة ومحمد هاني وعمر السلية وحسام عشور وناصر ماهر وأحمد حمودي وإسلام محارب وعمر جمال واضح جدا إنه الخواجة بيجاهز كل اللعيبة وبيدي لكل فرص كاملة في الشوت الثاني دفع في بدايته بعدد من التبديلات شارك حمدي فتحي وشارك أحمد فتحي وشارك علي معلول وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد الشيخ وصلاح محسن في ديئة 52 أحمد الشيخ سجل هدف التعادل استغلوا كورة مميزة من على حدود منطقة الجزاء وسدت بقوة مسجل هدف التعادل ديئة 63 دفع على صارتي بأحمد علاء وياسر إبراهيم وهشام محمد لتنشيط خطوط الفريق يعني واضح جدا عدد كبير من التغييرات في مباريات زي كده دايما وأبدا المهم جدا الخواجة بيجرب الأفراد بيجهز الناس من الناحية البدنية بيجرب بعض الأمور الفنية اللي تخصه كمدير فني ما بيبصش للنتائج وما بيبصش لمستوى المنافس لكنه بيلعب بشكل تدريجي يعني حتى المطشات الودية اللي بياخدها بيرعي دايما وأبدا فيها التدرك في المستوى عشان يقدر يئيس كل ما وصل إليه سواء من ناحية الاستيعاب البدني أو الاستيعاب الفني جيرالدو الأنجولي وصل وعمل برنامج خاص تأهيلي بعد وصوله إمبارح لمعسكر الإعداد في أسبانيا بعد ما انتهى دي لقطات لوصول جيرالدو لمعسكر الفريق في أسبانيا بعد ما انتهى من مشاركته مع منتخب أنجولا في كأس الأمم الأفريقية خد أجهزة قصيرة وسافر المعسكر زي ما أنتم شايفين ومتابعين في أجواء كتيرة جدا كويسة كابتن محمد يوسف المدير الفني بيبدي ساعاته الكبيرة وارتياحه لكل تفاصيل المعسكر وإمكاناته وقال كابتن سيد عبد حفيز كان موفق للغاية في اختيار مكان المعسكر وإمكاناته وإنه شايفه الجهاز الفني أنه نموذجي في كل حاجة أضاف الكابتن محمد يوسف أنه أهداف المعسكر الحالي بتختلف عن طبيعة المعسكرات المعتادة اللي بتستهدف أعداد اللاعبين للموسم الجديد معسكر غريب من نوعه لأنه أنت باستمرار بتعمل معسكر زي ما كابتن محمد يوسف بيقول علشان تجاهز للموسم الجديد ده البري سيزون طب أنت النهاردة بتجاهز لما تبقى يعني الأهل بيأخذ معسكر استعدادا للموسم الماضي ده البطولتين تلات بطولات دوري وكاس و سوبر أنت بتجاهز عشان تلعب تلات بطولات منه بطولتين أنت يعني مطالب أنك على الأقل الدوري هتلعبهم في تلات يام لسه الكاس ما تحددش في خلال أسبوع هتكون لعبت مباراتين فيهم البطولت الدوري كانك بتلعب كاس برضو أنت دلوقتي وصلت إلى مرحلة أنك أنت يعني عايز توصل وأنت في عدز ليخطك وهذا غير عادل بالمرة الأهلي كان في أحسن فرمة قبل التوقف المنافس كان يتعثر مين يقول أن ده عادل أنك تأجل كل الظروف دي عشان يبتدول 2 من نقطة الصفر على المجهول فطبعا لم يكن الأمر عادلا بالمرة ولكن هذا يعني موسم ستوقف في تاريخ أمامه لأنه الحقيقة احتوى على مجموعة من الأحداث والظواهر عايزة 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 وقفات وتحليل وعايزة ووراها كوليس جمدة جدا شايفين أنت بعض الجوالب من داخل المعسكر الواضح جدا أنه فعلا الجهاز مبسوط من الوضع وحتى فيه اهتمام واضح من بعض المصريين اللي ممكن يكونوا بيزوروا المعسكر هناك علشان يطمنوا أو يتابعوا استعدادات الفريق طبعا على كل المستوى تبا شوانس أنت عندك عدد كبير من اللعيبة عندك ناس صعدة عندك ناس جديدة عندك ناس راجع من الإصابات فبيجهز لكل الخواجة واحد من أهم من أهم المعسكرات اللي عملة النادي الأهل هي بتشكل يعني وجهة نظرك في الموسم اللي جاي ومستقبل الأهل القريب مش البعيد عندك عناصر جديدة عايز تشوفها عندك عناصر بيعد تأهلها عندك تحديات زي ما قلنا على ألقاب وبطولات فهو معسكر حرج والله يكون في عون الجهاز الفني أنا المرة دي يعني شايف أنه هو عايش حالم من التركيز والضغط الشديد جدا اللعيبة مؤكد أنها تتنافس عشان تنال شرف تمثيل الأهل لكن لما تيجي تتابع المطشين للدين لعيبة زي أحمد الشيخ في المباراتين للمرة التانية هو يسجل دي علامة طيبة لأن اللعيب ده بيحظى بحب واسقة قطاع كبير جدا من الجماهير وكانوا نفسهم مشفوه وهو يتوهج مع النادي الأهل طبعا بعد المعسكر ده أنت حتقدر تحط النقاط على الحروف هل أنت اكتفيت بالنسبة لصفقاتك ولا ما زلت لسه عايز مركز أو اتنين والأخطر اللي أنا قلته قبل كده يا جماعة لحد الوقت مش عارفين النظام اللي حنمشي عليه السنة الجاية لازم يطلع شيء رسمي النهاردة من اتحاد الكورة عشان كل الناس ترتب أوراقها وأوضحها يعني الناس اللي حتتتفاوض وحتعير وحتعمل يعني إيه الحجمة في أنك حالت باستمرار الأندية في هذا الموقف الغامض يعني عندنا تفاصيل مهمة الحقيقة حتى في أزمة القيد وفي موقف اتحاد الكورة ومن الوضع اللي وصلت إليه الأمور لغاية دلوقتي هنلاقي تفاصيل مهمة في هذا السياق لكن زي ما قلت لكم أنه المعسكر ماشي بشكل كويس جدا كابت محمد يوسف سعيد بالنتائج اللي بتتحقق من النواحي الفنية والبدنية صلاح محسن نجم الأهلي اللي الناس بتعاول عليه كتير واللي يمكن كانت الزحمة ما خدت لدوش فرصة السيزون اللي فات لكنه بياخد معسكر قوي جدا عنده شعور بالتفاعل الشديد اللي شايفه في المعسكر وشايف سعادة الجهاز الفني به وبيأكد على أنه قدر لعيبة الأهلي أن الكل يلعب على البطولات وأنه سعيد بالروح اللي موجودة داخل المعسكر وبالجدية الكبيرة اللي عليها لعيبة الأهلي وإصرارهم على تحقيق بطولات هذا الموسم إن شاء الله أنا عايز صلاح محسن بالذات أسمعه هو بيتكلم كتير صلاح لعب ساعد صغير يميل قليلا إلى الانطواء شخصية يعني تجرجرة في الكلام مش بسهولة انفتاحه في الكلام حيوضح لك مدى تطوره تطوره تفكيره تطور فلسفته لأنه على المستوى المهاري ومستوى كرة القدم هو مميز جدا جدا يعني كل العناصر النجاح مطلوب بقى اندماجه وانصهاره وطموحه يتطور عشان نشوف العيب بإذن الله يحقق المطلوب منه لكن كلامه كده كلام كويس كلام واحد موزون كلام واحد عنده طموح كلامه يقول لك أنا سعيد بن نادي الآل حاجتش يكلمني على العروض اللي جاية لي وبإذن الله أنا لسه محققتش حاجة وعايز أحققها حسم العروض دي بالنسبة للإعارات بعد طبعا ما الفريق يرجع هل هتنتظر لما الآل ينتهي من المباريات الدوري انت بتنتظر الرأي الفني هو عايز بقى قبل المباريات بعد المباريات حيخلي جزء قابل المباريات والجزء بعد المباريات يعني قطعا قطعا ان المجموعة اللي مع الجونة موجودة في الجونة لحد ما ينتهي الدوري بعد الدوري مين هيستمر مين هيرجع المعاشكر ده هيكون فيه إجابات كتير مو من زكريا أيضا نجم الأهلي اللي كان معارس سنة اللي فاتت في الدور السعودي رجع وبيخود فترة إعداد جيدة مع الأهلي بيأكد على ساعته في المعاشكر وبيوضح بالنسبة للإصابة للناس كتيرة بتتكلم عليها قال ان انا إصابتي في الرجبة كانت بسيطة جدا كانت نتيجة أو غيابه الفترة اللي فاتت كان لعدم القيد بيوصل برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية عشان يكون جاهز للمشاركة وقال ان كل مراكز الأهلي حاليا بتشهد منافسة كبيرة جدا بين اللاعبين في وفرة عددية مميزة جدا بيطمئن جماهير النادي الأهلي على أن الجاهزية اللي عليها اللاعبة من الناحية الفنية والبدنية والمعنوية بتبسط أي أهلاوي متابع للمعسكر شوف برضو نفس الكلام اللي قلته على بس باختلاف المعايير برضو أحب أشوف الفترة دي تطور كلام وفهم وتفكير ورؤية مؤمن زكريا واحد من أهم اللاعبة في النادي الأهلي يكاد يكون واحد من أهم اللاعب الجيل الحالي في الكرة المصرية عنده خبرات هائلة جدا بيتحرك وبيلعب وعي هائل ومش محتاج أنك انت تشرح له دوره في الملعب لما بيكون كويس إضافة قوية جدا 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 هو احنا على مدى الشهور الماضية ما شفناش جاهزيته وهو أرجعها لعدم قيده إنما النهاردة المعسكر ده أيضا سيحمل إجابات مهمة جدا ياريت 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 مؤمن زكريا يرجع مؤمن اللي احنا عارفينه لأنه إضافة هائلة حراء يعني لعيب عنده نطج عجيب جدا ويعرف تحرك فين ويعرف يدفع إمتى ويعرف لعيب يعمل لك أسست إزاي لا لعيب مهم مهم يعني مرت اللي صارت المدير الفني بينفس بعض النواحي التكتكية والخططية زي ما قلتلكوا في المعسكر وكمان بيجتمع مع بعض اللعيب هكولهم على حدة علشان حسم بعض الأمور يمكن كان له قاعدة مع محمد نجيب قلب الدفاع الحياة نجيب لعب مخلص جدا لعب منتمي جدا كل مكان الأهل بيحتاجه في أي فترة تلاقيه يرجع يشارك لو الجهاز الفني مش عايزه لا يمكن تسمع عنه مشكلة ولا تلاقيه طرف في أي أزمة خالص باستمرار جاهز باستمرار بيقدي ولما الجهاز بيحتاجه بيلاقيه دائما وأبدا جاهز كان غاب الفترة اللي فاتت الطويلة ديت بعد ما أجريت ليه جراحة رجع وتمرن وباقيه كويس جدا والخواجه بيجتمع معاه علشان بعض الأمور اللي خاصة بيها باشمانت فيه لعيبة كده ما بتشيلش أمه هي عارفة بتعمل إيه وانت بتبقى واصخ جدا في تصرفاتها وفي قرارها وفي أنها هتعمل الصح اللي صارتي واضح أنه مهتم جدا بالجانب المعناوي للعيبة وأنه يقرب منهم فيه مدارس فيه المدارس بيقولك أنا مش فاضي أنه أنا ععد أبرر نفسي للعيبة خالص ولا فاضي الواحد يقول لي أنا بلعب ليه وما بلعبش ليه وأنا أقول له عشان كده ومستني منك كده بيحب العلاقة تبقى منطرف واحد يعني هو يطلع عوامر وتنافذ أنت دورك أنك تلعب وأنت محترف وتتمرن تنافذ المطلوب ما تعوش تنقشني في كل صغيرة وكبيرة دي مدرسة فيه مدرسة تانية أخدوا عطا لا أنا أحب أعرف كل حاجة عن اللعيب وحب خليفة فضلي وأنه يبقى رايب مني وحب أنه ما يبقاش فيه لعيب مأموس وأنا مش عارف هل إنهين أنجح الله أعلم